تنظيم الأزمة ده خلونا نجد الترحيب وضفنا لعزيز وستاذ مير فرغالي الخبير في شؤون الجماعات والحركات المتطرفة وعايزين نقوم نبص بص أكتر على مسألة المكتب الإداري تحديداً مصر من إبراهيم مونير كلهم خارج مصر عشان بس نتكلم نوضح أستاذ المشاهدين فالمكتب الإداري مصر موجود خارج مصر خارج مصر مفيش حاجة جوه مصر خلاص التنظيم مضروب وضربات أمنية قوية جدا يلعب من بره هو طبعاً في حماية أجهزة بره هنبدأ طبعاً مكتب لندن ده المكتب الأهم يعني إبراهيم مونير الراجل اللي ما جاش مصر دي له عشرين السنة ده قاعد بيعمل للمكتب داري وشغال من تحتي بقى الأبرز الشخصيات محمود اللي بياري ده شخصية مهمة تمام؟ محمود اللي بياري ده شخصية ده مسؤول لندن مسؤول بعد كده عندك موحي الدين الزايد ده نائب إبراهيم مونير يعني هو 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 أو حلم الجزار واحد منهم اللي هيجي يقود الجماعة بعد إبراهيم مونير حلم الجزار؟ حلم الجزار أو موحي الدين الزايد يعيب الشؤون تمام؟ اه محمد البحير طبعاً راجل اللي كان مسك أفريقيا في الأول وبيروح رايح جايه وتمويله ومسك السودان والحتة دي مسؤول راجل بيسموه الحج محمد البحير راجل قاعد في لندن ده حالياً مسؤول التمويل طيب عبد الملع البربري مصطفى المغير محمد الجزار تحتهم بقى مجموعة من الشخصيات حلو عبدالخالق الشريف ده موجود في تركيا محمود اللي بيار نسيت أقولك أنه مسك موقع إخوان سايت موقع إلكتروني مشرف عليه ومشرف على التواصل مع المكاتب الإقليمية وغير بلد أه تمام والمكتب الإعلامي مشرف كمال على المكتب الإعلامي والبيانات اللي بتطلع باسم الإخوان المسلمين ماشي طيب عبدالخالق الشريف أحمد شوشة متحة الحداد ده مسؤول مالي عن الإخوان في تركيا محمد عبدالوهاب ده مسؤول الإخوان في قطر تمام هيسم سعد عبدالرحمن الشواف ده موجود في الصومال طبعاً المجموعة دي وبالذات اللي هو محمود اللي بياري معه بقى اليراصد مع غرف السوشيال والكلام ده كله المكتب الإعلامي برضو بتحتيه صهيبة عبدالمقصود برضو بيشرف عليه برضو مين عندنا بيشرف عليه محمود اللي بياري فهو شخصية محورية كبيرة جداً ده أهم الشخصيات اللي هي موجودة في المكتب اللي داري الموجود فيه في لندن ماشي إبراهيم مونير محمود الإبياري دول المجموعة الأهم طبعاً موحدين الزيت معاهم طيب عندنا طيب الهيكل التنظيم للعمل الإرهابي المسلح ده كانت وانتهت لكن هما كانوا مقسمينها بهذا الشكل فعندهم هيكل للعمل النوعي المسلح طبعاً طبعاً القيادة العامة طبعاً القيادة العامة دي كان بقى من فترة ده وخلاص انتهى اللي هو إيمان عبغاني النائبين كان ليح ياموسى وعلى السماحي آآ كان معاهم محمد عبدالروف وكان علي بطيخ طبعاً المنظر للحراك العامة للمسلحة عاملينه إزاي بقى عاملين عمل جماهيري آآ مقسمين عمل جماهيري لن أنا أصور الجماهير آآ إيش عاتوا مش عارف إيه وحاجات زي كده دي ناس مسؤولة عنها اللي هو ما يشتغلوا عيه لحد دلوقت آآ دي ناس مسؤولة عنها آآ دي ناس مسؤولة عنها وعمل دعو استقطابي إزاي أنا أستقطب العناصر آآ وعمل نوعي مسلح عمل نوع المسلح ده اللي هو إن مقسم البلد لقطاعات قطاع جنوب بالصعيد وقطاع شمال وقطاع القاهرة الكبرى آآ وعمل لهم قيادات بأسماء حركية وحسم والواء الثور آآ تمام؟ مش طيب ده العمل اللي هو تأسيم المجموعة ونسيت أقولك إنه حتى في العمل الإرهابي ده عمل عمل فيه وقولك ده عمل مبتدئ وعمل حر وعمل نوعي خاص عمل نوعي خاص يعني إيه يعني اغتيال شخصيات بعينيها زي اغتيال إن ده بالعين عمل حر بيترك الأفراد الصغيرين يطلق علي زي ابن فارد آآ آآ يجاب منفارد طيب